موسيقى 2009 عالم تكنولوجيا على وشك الانفجار مكونات تتطور بسرعة تحدث الحدود التقليدية للأداة فاستعد للعودة للماضي لاكتشاف قوة غامضة غير مسبوحة كانت هي الأساس لما نراه اليوم ورسميا إليكم أقوى تجميعا في العالم لسنة 2009 التي تركت بصمتها في عالم التقنية وكالعادة البداية بالمعالج i7 الأصلي أو الجيل الأول الأب الروحي لكل معالجات في وقتها كان يعتبر بمثابة الحلم لعشاق الألعاب وصناع المحتوى 4 أنوية 8 مسارات 8 ميجا بايت 3 كاش أمر ممتاز جدا بالنسبة لمعالج عمره عقد ونصف صدر وقتهاب سعر 300 دولار ولكن يحتوي على أمور سلبية عديدة سرعات بطئة جدا إذا قررناها بالأجيال الحديثة لكن لحسن الحظ نستطيع القيام بكسر سرعة جنوني رغم أن المعالج لا يحتوي على حرف كاي رغم أني لم أجرب بعد كسر السرعة يمكن رفع التردد في هذا المعالج إلى 4 جيجا هرتز لكن حسرا نحتاج إلى تبريد جبار لأننا سندفع ضريبة قاسية من ناحية استهلاك الطاقة والحرارة لأسباب كثيرة أولا معمارية تأتي بـ 45 نانومتر كاملة وأيضا صرف طاقة عالي أو تي دي بي يمكن أن يصل بسهولة إلى أكثر من 130 واط حتى بدون كسر السرعة ولكن للمصداقية هذا المعالج مش أقوى معالج في العالم لسنة 2009 لأن اللقب خاص بمعالج i7-975 للأسف لم أتمكن من الحصول على نسخة من هذا المعالج لأنه لا أحتاج لإخباركم أنه معالج نادر جدا ولكن لا تغلق عزيزي المشاهد الفرق بينهم ضائل جدا تقريبا لا يذكر تحديدا صدر هذا المعالج في شتاء 2010 ربما سيكسر بعض قواعد الفيديو أتمنى أن تتفاهموا الوضع لأني لم أجد المعالج السابق ولتبريد هذا الشيء حتما نحتاج إلى مبرد جبار رغم أني أمتلك أسطول قوي من المبردات لكن للأسف لم أستطع استخدام أي منها لأن المعالج يأتي بسكت قديم ومختلف تماما إلا أني استخدمت هذا الشيء مبرد ستوك من انتل قد يبدو لك أنه مبرد ضعيف نوعا ما لكنه مبرد قوي لأنه مختلف تماما عن مبردات انتل الاعتيادية مراوح أسرع قاعدة وحاسية وأيضا هيتسينك أكبر بكثير سعر هذا المعالج حاليا يتراوح من 10 إلى 20 دولار كرت الشاشة وما أدراك ما كرت الشاشة اخترت لهذه المهمة الجي تي اكس 295 الشيء هذا عبارة عن كرتين مربوطين مع بعض يحتوي على 2 جي بيو مع 2 هيتسينك يمتلك إحدى الألقاب الشرفية أقوى كرت شاشة من انفيديا لسنة 2009 الحقيقة أنه كان كرت مرعب وقتها وأيضا نادر في الأسواق بشكل مبالغ فيه بالنسبة لي أحضرته من العالم السفلي سعر هذا الصرح وقتها أكثر من 500 دولار رغم ذلك مليان سلبيات 2 دي في آي تبريد سيء أو بالأحرى ضعيف جدا عمر افتراضي قليل نسبيا مروحة واحدة في المنتصف غير قادرة أبدا على التعامل مع صرف الطاقة العملاق الذي يقدر بحوالي 300 واط أيضا حرارة الكرت كارثية لم أجرب بعد لكن على الأرجح ستصل إلى المئة درجة أو ربما تتخطى ذلك لأن الكروت القديمة لديها سمعة سيئة حرارة عالية مع صرف طاقة عملاق هذا الصديق أو الأخ رغم صدوره في سنة 2009 إلا أنه يحتوي على ذاكرة بحجم 1.7 جيجا بايت للأسف الشديد لا تعمل في كل السيناريوهات لأن الكرت فيه 2 جي بيو لكن تبقى إضافة ممتازة أو SLA مجاني نزلت مقطع كامل عن هذا الكرت إذا مهتمين سأترك الرابط في صندوق الوصف كان بإمكاني استخدام كرتين من طراز HD 4870 مربوطين مع بعض لكن بالنسبة لي أفضل كرت GTX 295 لأنه أقوى وأيضا أسهل وعملي استخدمت أقوى بورد في العالم وقتها الجيجا بايت X 58 بورد مرعبة ومتوحشة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أيضا متروسة بأحدث تقنيات وقتها 6 منافذ رامات من طراز DDR3 على نهج بوردات الزيون نظام توصيل طاقة جبار وخيالي يحتوي على 24 مرحلة هذا الرقم لا يصدق بالنسبة لبورد من سنة 2009 حتى أفضل بوردات حاليا لا تحتوي حتى على نصف أو ثلث هذا الرقم وكل هذا مدعم بتبريد جبار لاحظوا شكله جيدا أي أنه قادر على التعامل مع أشد حالات كسر السرعة ففعلا شيء ممتاز جدا أيضا تحتوي البورد على ربع منافذ بـ CI-E ثلاثة منها تعمل بكامل قدرتها أي أننا نستطيع دمج ثلاث كروت مع بعض بدون أي مشاكل وأكيد أنها تدعم SLI وCrossfire من AMD مش هذا فقط لدينا عشر منافذ ساطة كاملة فشيء مبهر جدا الغريب أنها تحتوي على منفذين IDE هذا يعني إمكانية استخدام الهاردات القديمة جدا أيضا تشكيلة محترمة من الوصلات والمنافذ الثورية وإياك أن تنسى أننا في سنة 2009 الصراحة أمر ممتاز جدا بالنسبة لي وثوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى أما الرامات وما أدراك من الرامات أكثر شيء كان شائع وقتها 2 جيجا بايت من طراز DDR3 ولذلك استخدم التشكيلة متنوعة من الرامات بأحجام وبسرعات مختلفة Adata, HP, Samsung وغيرها من الأفضل توحيد التشكيلة لكن للأسف هذا هو المتوفر حجمهم مجتمعين حوالي 12 جيجا جدا أوفر بالنسبة لذلك الوقت وحتى أنها كافية نسبيا لتجارب اليوم بالمناسبة كنت محظوظ لأني وجدت إحدى النسخ النادرة بينهم أما بالنسبة لحلول التخزين أولا يجب ذكر شيء مهم جدا أقراص الـ SSD كانت غالية وباهظة الثمن في ذلك الوقت ورغم ذلك استخدمت SSD لتحسين تجربة بأفضل قدر ممكن بالإضافة إلى 5 أقراص HDD بأحجام مختلفة صحيح تعتبر رقم كبير ومبالغة بالنسبة لذلك الوقت ولكن زيادة الخير خيرين أيضا استخدمت 2 DVD بدون أي فائدة تذكر تقريبا استخدمتها للزينة فقط أكبر تحدي بالنسبة لي وجود كيس مناسب ولكن تمشي الرياح بما تشتهي السفن لحسن الحظ وجدت هذا الشيء الـ P183 حاوية جبارة من أنتك تقريبا يعتبر أقوى كيس في العالم وقتها صدر في سنة 2009 بأكثر من 140 دولار خامات تصنيع جبارة شكل أنيق جدا بالنسبة لذلك الوقت من 120 مم واحدة في الأعلى والأخرى في الخلف وبالصدفة اكتشفت سويتش صغير للتحكم في سرعات المراوح يحتوي على سرعات مختلفة الصراحة شيء ممتاز جدا بالنسبة لذلك الوقت مع إمكانية إضافة مراوح أكثر في الأمام في هذا المكان تحديدا وصراحة النظام تهوية ممتاز جدا بالنسبة لذلك الوقت وأيضا لدينا في الأسفل مكان لتخزين أقراص الـ HDD وكأن الجهاز سيرفر صغير فشيء جميل نوع ما وحتى الأبواب فخمة بشكل ممتاز جدا خفيفة لكن قوية في نفس الوقت أكثر قطعة أعجبتني في كل التجميع Power Supply من أنتك من طراز CB-850 صدر هذا الشيء في سنة 2009 كان يعتبر واحد من أقوى الباورات في السوق هذا إن لم يكن أقوى رغم ذلك أمتلك هذه التحفة الفريدة الآن ونعم كما سمعت Power بقدرة 850 الأجمل من ذلك أنه نصف موديلور هذا الأمر يسمح بمرونة أكثر خصوصا في تنظيم قبلات رغم أن الخيارات محدودة جدا وأيضا يقدم أكثر من 750 واط على خط 12 فولت فهذا أمر ممتاز جدا مش هذا فقط لدينا تبريد جيد لهذا Power من وحاف الخلف بحجم 120 ميليمتر ورغم ذلك يوجد شيء سلبي في هذا Power يمكن استخدامه فقط على الكيسات الكبيرة أي أنه لا يدعم كل أنواع الكيسات ولإعطاء نمط كلاسيكي نوعا ما بحثت على إحدى شاشتي القديمة كنت أفضل استخدام شاشة CRT لكن للأسف لم أجد أي نسخة في النهاية استقررت على هذه الشاشة 1080p 22 بوصة من بانكيو أي أنها كافية وممتازة لهذا النظام وللأسف قبل لحظات من التجارب واجهتني مشكلة عويصة ومحبطة بشكل لا يصدق وهي تعطل كارت الشاشة نعم للأسف تعطل كارت الجي تي اكس 295 لكان يعتبر قطعة نادرة بامتياز حرارة عالية بشكل لا يصدق مشاكل في تثبيت درايفرات حتى على ويندوز 7 وبأقدم النسخ من التعاريف عدم استقرار مشاكل بالمرة لذلك تأخر هذا الفيديو كثيرا كنت أخطط لإلغاء الفيديو بالكامل لكن لحسن الحظ وجدت في أغراضي القديمة كارت من تلك الحقبة الريديون HD 6990 أقوى كارت شاشة في العالم لسنة 2011 آسف لأن الفيديو خرج عن المصار تماما لكن المقطع في النهاية مجرد تجارب ولن نخسر أي شيء نيت فور سبيد موستوانتت إصدار 2005 جدا رهيبة أفضل لعبة سباق بالنسبة لي جربتها على 900 بي أقصى إعدادات بسهولة حققنا أكثر من 70 إطار رقم جبار بالنسبة لوقتها وبداية موافقة جدا رغم أنها لعبة طعينة في السن سي جاي 900 بي أقصى إعدادات بسهولة حققنا تجربة عالية تحديث بجدارة صحيح أنها مش متطلبة أبدا لكن تشغيلها بفريمات عالية وقتها كان يعتبر شيء صعب نوعنا وحكر على تجار الممنوعات أمتلك بعض الحنين لهذه اللعبة وأرغى في إعادة تختيمها مجددا Half-Life مش متطلبة أبدا لكن حققنا حوالي 300 إطار حتى على 900 بي أقصى إعدادات صراحة تجربة خيالية بالنسبة لذلك الوقت Crysis الإصدار الثالث معذبة الأجهزة اختيار ممتاز لهذا الجهاز 900 بي أقصى إعدادات حققنا حوالي 40 إطار مش رقم خارق لكن بالنسبة لهذه اللعبة تعتبر أمر ممتاز جدا خصوصا أنها كانت واحدة من أضخم الألعاب على الإطلاق Witcher 3 900 بي أقل إعدادات صراحة نتائج جيدة حوالي 35 إطار مش أفضل تجربة في العالم لكن تبقى مرضية نوعا ما Metro Exodus أكثر لعبة فجأتني في كل القائمة 720 بي أقل إعدادات كما هو ظاهر أمامكم حوالي 60 إطار صحيح توجد العديد من الدروبات لكن بالنسبة لعمر الجهاز أعتبر أنه أمر خارق جدا Grand 5 900 بي لاو سيتينج أو أقل إعدادات حققنا حوالي 40 إطار الكرت بإمكانه إعطاء إطارات أكثر لكن حصلنا على أداء محدود نسبيا بسبب المعالج جربت هذا الكرت تحديدا قبل فترة قصيرة مع معالج قوي نسبيا حصلت على أكثر من 90 إطار بما أن الباور جيد في الجهاز أضفت كرت شاشة أقوى نسبيا R9 290 Grand 5 مجددا لكن هذه المرة على أقصى إعدادات 1080p تقريبا مثل المرة السابقة حوالي 40 إطار وذلك بسبب ضعف المعالج Metro Exodus 10 ATB Medium Sitting النتائج مفاجئة ولا تصدق أبدا تقريبا 80 إطار صحيح توجد بعض الدروبات لكن تجربة ممتازة جدا فعلا الجهاز يستعرض عضلاته بجدارة وصراحة شيء يستحق الاهتمام Witcher 3 10 ATB أقصى إعدادات باستثناء انفيديا هيروركس أوف كما هو ظاهر أمامكم أداء جدا بطل حوالي 50 إطار صراحة أعتبر أنها تجربة ممتازة نوعا ما خصوصا بالنسبة لسعر الجهاز Elder Ring 10 ATB Medium Sitting تقريبا 35 إطار لو كان المعالج أقوى قليلا لحصلنا على إطارات أعلى بكثير رغم ذلك يوجد العديد من الدروبات المزعجة إذا أعجبكم المقطع أعضونا لايك واشتراك كان معكم صديقكم مفتاح والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر